أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي حرصان مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركزة أساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك خلال لقائه مستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الأمنية الفريق أول توت جلواك الذي سلمه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرسالة تضمنت استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عمليات السلام في جمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية وأكد الرئيس السيسي حرصان مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح أفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها كما أكد الرئيس السيسي عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل النقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان فضلا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين هذا وأعرب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مثمنا تطور المتواصلة في مصار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومؤكدا على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف سد النهضة